اعزائي طلب وطالبات مدارة السنوية الفندوية نظام الثلاث سنوات اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مدرسة او في بيتنا مدرسة حلقتنا النهاردة استكمالا لحلقة المادة الامن المهني وبرضو هفكركم انها مادة لذيذة جدا ومادة مستحبة ومادة فيها معلومات عامة كتير جدا وتعتبر مادة لم مجموعة عندنا ومادة بسيطة جدا هنتناولها مع بعض احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ما هو الامن وعرفنا ايه انواعه واتكلمنا على المنظور جغرافي والمنظور الموضوعي ودخلنا عدينا مرحلة الكلمة الامن واتكلمنا على مادة ايه او جزء الامن المهني عامة ودخلنا في اول موضوع مفروض نتكلم فيه عشان نحمي العامل وكل حلقة برضو هفكركم بالمثل اللي انا همشي عليه طول الحلقة بتاعتي الباب اللي يجي لك منه الريح سده والستريح بمعنى عشان اللي ما شافش الحلقة بتاعتنا المرة اللي فاتت انت صاحب عمل اي حدث هيحصل للعامل اللي عندك انت اللي هتتكلف المصاريف وتعطيل العمل وتكاليف العلاج والتعويضات طيب انت كل ده النتج من ايه؟ اهمالك لان انت تصلح مكنة اهمالك ان انت تصلح سلم اهمالك ان انت توفر اضاءة اهمالك انت توفر درجة حرارة كل النقاط اللي انا بتكلم عنها دي احنا قلنا هنتناولها في باقي المنهج بتاعنا المرة اللي فاتت تتكلمنا على اهم نقطة عندنا لازم اوفرها وراعي توفرها بالنسبة للعامل وهي الاضاءة النهاردة هنكمل النقاط دي وهنشوف العوامل اللي بتأثر على اداء العامل اللي عندي تاني جزئية عندنا النهاردة هنتكلم عليها اللي هي العوامل التي تؤدي لزيارة درجة حرارة الانسان يبقى النهاردة هنبتدي مع بعض ونشوف ايه هي العوامل اللي بتؤدي لزيارة درجة حرارة الانسان اول حاجة عندي التمثيل الغذائي والنشاط العضلي يعني ايه كلمة التمثيل الغذائي والنشاط العضلي عملية الهضم وتناول الطعام في حد ذاتها بترفع من درجة حرارة جسم الانسان حضرتك وانت بتاكل بتحرك عضلات كتير جدا عضلات الفكين عضلات اللسان عضلات البلعوم عضلات المريء عضلات ايديك وانت بتاكل كل ده بيبعث او بيؤدي الارتفاع درجة حرارة جسم الانسان عشان كده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن نزود عليها في الجملة دي زي ما انتوا شايفين وممكن يجينا في الامتحان في سؤال علل يقول لك علل التمثيل الغذائي والنشاط العضلي قد ترتفع درجة حرارة الجسم اكتر من الانتاج الحراري لغذائه يعني ايه الجملة دي يعني ممكن حضرتك انت بتاكل زي ما انت فقناه جسمك بترتفع درجة حرارته نتيجة تناولك او نتيجة تمثيل الغذائي اللي انت بتعمله لكن ممكن في بعض الاحيان ان درجة الحرارة ترتفع اكتر امتى هترتفع اكتر نتيجة للنشاط العضلي واحد بيأكل وهو قاعد جسمه بيسخن ما فيش اي مشاكل طيب انا بيأكل وانا بجري او بيأكل وانا بعمل اي اداء عمل او بتحرك او او حاجات كتير او بعمل نشاط العضلي معاها يبقى معنى كده ان جسمي هيزيد درجة حرارته اكتر من التمثيل الغذائي يبقى لو جانا في الامتحان سؤال بالشكل اللي قدامكو ده علل قد ترتفع درجة حرارة الجسم اكتر من انتاج الحراري لغذائه بيبقى ده نتيجة لتمثيل الغذائي والنشاط العضلي طيب النقطة التانية استنشاق هوا درجة حرارة مرتفعة ليه ايه المشكلة جرب حضرتك كده انت لو روحت فرن ايش بتشتري كده وقفت في الفرن وفيه سخنية او درجة حرارة عالية الغذائي بتستنشق هوا سخن السخنية اللي بتدخل جوا الرئة دي بتقدي لارتفاع درجة حرارة جسمك طيب لو العامل واقف في منشأة كلها درجة حرارة زي الشيف اللي عندك مثلا دواقف جنبيه فرن شغال وجنبيه سلماندر شغال وجنبيه آآ بتجازات شغال كل ده بيؤدي لارتفاع درجة حرارة جسم الانسان طيب ممكن سؤال برضو هنا بيجي لك علل في نفس النقطة علل لا تستطيع ده القيام بوظيفتها طيب الرئة مش هدار تقوم بوظيفتها لان انت مش موفر لها درجة حرارة مناسبة يبقى احنا في الاول عندنا هنقول ان جسم العامل هيسخن نتيجة انه بستنشق درجة حرارة مرتفعة تاني حاجة الرئة نفسها مش هدار تقوم بايه وظيفتها النقطة التالتة عندنا ركود وحركة الهواء وتشبعه ببخار الماء دي من العوامل اللي بتؤدي لتغيرات في درجة حرارة جسم الانسان طيب ركود الهواء او ركود وحركة الهواء هديك نسال بسيط قوي آآ حضرتك وانت مسافر ركب عربية ركب باص ركب اي مواصلة لو طلعت دماغك مش باك اتلاقي نفسك مش عادي تتنفس كويس ان جسم بتاعك مش قادر تياخد عمال هوا داخل مستمر طيب انت مش بدي فرصة ان الرئة تقوم بوظيفتها وتطلع ساني اكسيد الكربون فبيتحوش نسبة ساني اكسيد الكربون في الجسم في الرئة فبتؤدي الارتفاع آآ فبتؤدي الارتفاع درجة حرارة الجسم بتاع الانسان اللي عندي او العامل يبقى زي ما قلنا آآ حركة ركود الهواء بتأسر على درجة حركة جسم الانسان كذلك برضو تشبعه ببخار الماء طيب السؤال بيجي لي هنا ممكن يجي عليها علل يقولك علل يظل جلد الانسان جافا مهما نضحه من عرق مهما جسمك طلع من عرق بيفضل الجلد جاف احنا ديك حاجة كده بسيطة دايما حنقوه في الصيف لما بنعرق جسمنا بيلزق كلمة في لزوجة بتحصل نتيجة للرطوب للرطوبة اللي موجودة او بخار الماء اللي موجود في الجو ده بينزل بيتفاعل بقى وبيتحد مع الشمس او مع درجة الحرارة فبيؤدي لوجود لزوجة على جسم الانسان لكن في الشتاء مهما اللعبت او جريت او تحركت ما تلاقيش لزوجة دي يبقى يبقى السبب هنا فعلل بتاعتنا ركود لا تستيعرق يزال جلد الانسان جافة مهما نضحه من عرق ليه نظرا لركود الهواء وتشبعه ببخار الماء النقطة الاخيرة عندنا من العوامل اللي بتؤدي درجة حرارة او ارتفاع درجة حرارة جسم الانسان التعرض للابخرة حضرتك لما بتتعرض لبخار اتشاء الله يعني لو جبت حتى اناء صغير فيه مية بتغلي جسمك بيتعرض لبخار البخار ده بيقصل على درجة حرارة جسمك طبعا بتفترق من درجة لدرجة او من كم لكم دي العوامل اللي بتؤدي لزيادة درجة حرارة المكان احنا هنا في المنظومة زي ما قلنا انا عايز احافظ او اوفر للعامل جو كويس او درجة حرارة مناسبة عشان يقدر يديني العمل او ينفذ العمل بتاع خد بالك لو درجة حرارة برد العامل مش يقدر ينتج هيبقى في حركته برضو فيها صعوبة شوية ولو حر برضو مش ينتج يبقى انا دلوقتي لازم ادي له درجة حرارة او اخلي جسمه في درجة حرارة مظبوطة او معتدلة علشان نقدر نخلي العامل يقوم بالعمل بتاعه لأكمل وقت طيب احنا شفنا الحاجات الداخلية اللي في جسمك اللي بتأسر على درجة حرارتك نشوف العنوان التاني بتاعنا ازاي نحتفظ بمكان العمل بارد ما مهمة اوي برضو انت ما تقعدينش في مكان درجة حرارته عالية جدا وتقولي لازم جسمك يفضل درجة حرارته كويسة مش هيحصل عشان احتفظ بمكان العمل بارد عندي اللي ابقاء على البرودة بالتهوية لازم اوفر التهوية بفتح النوافذ والأبواب بتاعتي باستمرار على مصرعيها بتجنب الارضية اللي بتحتفظ بالحرارة في ارضية عندنا بنقول عليها الارضية السيراميك الارضية السيراميك او البورسلين او الحاجات دي الارضية دي بتحتفظ بالحرارة يعني انت لو جيت كده مشغلت الفرن عندك في البيت وطفط الفرن بعد ساعة حط ايدك تحت على السيراميك اللي موجود تحت الفرن هتلاقي السيراميك دي لسه سخن يبقى معنى كده ان فيه حرارة بتنبعث منه مزال يبقى ده برضه بيأثر على حرارة المكان او حرارة المنشئة بتاعتنا يبقى بنتجنب الارضية اللي بتسمح باحتفاظ بدرجة الحرارة بصمم الاسكوب بحيث تسمح بتصرب الحرارة يعني ايه تسمح بتصرب الحرارة احنا زمان كده واحنا صغرين كنا بنبص نشوف المنشئات الصناعية السقف بتاعها مية بالمنظر ده كنا بنفتكر او ميل كده او ميل كده يعني المهم فيه حركة ميل معينة وفي النهاية بيبقى فيه شبابيك في الجزئية دي او شبابيك لو في النص كده بيقى فيه شبابيك مرتفعة فوق خالص طيب احنا كنا بنفتكر زمان ان دي عشان خطر المطرة لو جمعت البانية بتاعت المطرة بتتزحل امنا عليها لا لما العلم بقى تطور وفهمنا ودرسنا وزي ما حرك بتدرس دلوقتي لا دي عشان التهوية حضرتك لما بتعمل الاسطح ميلة كده هنعتبر من السطح ميلة هنا وهنا في الشبابيك الهوى لما بيغبط او الحرارة لما بتغبط في سقف السطح بتاعك بتندرج او بتنساحب تدريجيا وتخرج من النوافذ اللي عندي لكن لو السقف كده هتغبط فوق وتنزل لو سقف مستقيم لازم السقف بتعيب اميل في درجة ميل معينة لو السقف بتاعك مستطيم مستقيم كده هتغبط الحرارة في السقف وترجع مرة تانية على العامل اللي عندي يبقى لازم انا بيصامل من الاسقف اللي عندي بحيث تسمح تصرب درجة الحرارة بتبقى واضحة حضرتك تشوفها عند الراجل مثلا بتاع الكباب او اللي بيشوي تصلاقي المتخانة بتاعته اي متخانة تلاقيه عاملة بالمنظر الهرمي اللي انا بقولك عليه ده او في بعض الفنادق او في بعض المطابق الفندقية عندنا او في بعض المطابق بتاعتكم موجود الهود اللي هو بيبقى فوق المتجازة اللي عندك بتلاقيه ميل بطريقة معينة بحيث انه يسمح بتصرب درجة الحرارة من المنشأة بتاعتنا طيب دي كانت النقطة الرابعة عندنا بعد كده بنستخدم ايه? الوان فتحة. ايه الوان فتحة? اه طبعا انت بص كده في الصف احنا بنلبس ايه? بنلبس غوامق. في الشتاء بنلبس ايه? فاتح. تمام? مش معنى. هاجب لك مثال بسيط واحنا بنتكلم دلوقتي اهو على مسلا الشرطة. الشرطة بتوصل ايه في اللبسون في الصف ابيض? وفي الشتاء بيبقى لونه اسود. ايش معنى? علشان اللون الاسود بيمتص درجة الحرارة وبيحتفظ بها داخل اه او داخل الكيان اللي فيه لون الاسود ده. اما اللون الابيض بيعكس درجة الحرارة. يبقى انا دلوقتي لو دهنت المنشأة بتاعت الوان غمقة هتحتفظ درجة الحرارة مدة طويلة. لكن كل ما دهنا بقى الوان فتحة هتعكس درجة الحرارة وبالتالي مش تمتص الحرارة وتحتفظ بيها لمدة طويلة. بجعل اسقف عالية. كل ما السقف تاعلي كل ما ادى تهوية افضل في المكان. بركب اجلسة التهوية اللي هي الشفطات. وبوزع الهواء بواسط المراوح الكهربائية اللي عندي. ده عشان احافظ على مكان العمل اللي عندي بارد. طيب يبقى احنا كده ازاي حافظ على جسمك بارد? لا احنا اتكلمنا في الوقتي في الاول نقطة عرفتنا ايه اللي بيقادي لارتفاع درجة حرارة جسمك. النقطة الثانية اتكلمنا فيها ازاي حافظ على مكان العمل نفسه بارد. النقطة الثالثة هتكلم فيها ازاي حافظ على برودة جسمك. اخد بالك من كلمة برودة من السقعية. سيقع احنا اتفقنا مع بعض مش هينفع يشتغل. كلمة بارد المقصود بها ان الجسم درجة حرارته معتدلة. العامل يقدر يقوم بعمله على اكمل وجه. ازاي نحافظ على درجة برودة جسم الانسان او حرارة جسم الانسان او جسم الانسان يفضل بارد بصفة مستمرة. تجنب الحركات السريعة الغير ضرورية. يعني ايه? ما تعملش الحاجة بله وجه بضغط. انا عندي الطلبة بتوعي دايما بقول لهم سواء سبيان او بناك كده. تخيل لما كون انت بنت ويقولك اخسلي بقلت بقل في الحوض وانت مش فاضية او مش عايزة او متدايقة بتدخلي الحوض انا سمعكو اهو كل واحدة بتتحك وتتكلم ايوة بالزبط تمسك الحاجة في الحوض وتعودي تعودي تعودي تقولي وتخبطي وتعملي بسرعة والنرفزة كل ده بيرفع من درجة حرارة جسمك. نفس الوضع بالنسبة لولد. ولدك بيطلب منك بانش او انت مستعجل عايز تنزل. بتبص لانفسك بتعملها له بلاهوك. كل ده بيؤدي لارتفاع درجة حرارة جسمك. يبقى احنا عشان منقلل من ارتفاع درجة حرارة جسمنا. نتجنب اي عمل بصورة اه سريعة غير ضرورية. طبعا في عمل لازم تعمله بسرعة ما بنقولش لا. لكن انت دلوقتي حاجة مش محتاجة انها منك سرعة. فغصبا عنك بتعملها بسرعة فبدا بيؤدي لارتفاع درجة حرارة جسمك. يبقى تجنب الحركات السريعة الغير ضرورية. نابتعاد عن اماكن اشارة الشمس او توجد في اشارة الشمس. ما تعدش شمس ضربة فيك وانت واقف تشتغل. وتقول يا مستر ما هو جو حرط. طبعا انت ايه بعد عن الشمس? ايه بعد عن المكان اللي فيه شمس? يبقى برضو تعرض العامل لمدة طويلة لاشارة الشمس. ده بيؤدي لارتفاع درجة حرارة جسمك. اه كمان برضو عندنا من النقطة المهمة. ازي ما نقول التواجد اماكن جيدة تهوية. تجنب الاماكن اللي فيها طيار هوى محدود. اخد بالك عشان الحتة دي بتيجي سؤال اكمل اه سؤال صح وغلط في الامتحان كتير اوي. يقول لك صح وغلط تجنب الاماكن المغلقة التي بها طيار هواء? لو ما قال ش محدود يبقى هنا الاجابة غلط. لو قال محدود يبقى الاجابة بتاعتنا صح. الابتعاد عن الارتداء الملابس اللي بتمنع تبخر العرق. ودي نقطة مهمة اوي ويمكن احنا شرحناها طلبة المطبخ السنة اللي فاتت وبنشرحها حاليا في الجزء بتاع المنهج بتاعنا. هقول لك مثال. احنا دلوقتي بنقول الملابس اللي بتنمع تبخر العرق. يعني اللي هي الملابس البوليستر. انت لما بتعرق في البوليستر الياف الصناعية دي ما بتشرابش العرق. طب دي دي درارها كبير? اه طبعا. بتحتفز بدرجة السخونية داخل جسمك. طب وما اللي بتشرب العرق بتعمل ايه? بتشرب العرق فبيتبخره. طب وما يعني لما يتبخر? لما هيتبخر العرق بيسقع الحاجة اللي تحتيه. فيه حاجة اسمها نظرية اسمها نظرية التبخر. اللي شرحنا لطلبة المطبخ زي ما قلت لكم. لما قلت لك الجزار بيلف اللحمة بتاعته بقطعة من القماش مبلولة. كنت سامع رضوتك وانت بتتكلموا. احنا بنلف بالجزار بيلفقها عشان يحافظ عليها يا مصر عشان ما تجلهاش ترابي مصر. لا. هي قطعة القماش المبلولة دي لما بتنشف بتشيلها تبص لقطعة اللحمة بتحتيها سقعة بردة. فدي بتسقع الحاجة نظرية التبخر. عندك نفس الوضع بالزبط. حضرتك بيقول لك ما ايه ما الهدوم اللي انت لبسها دي جسمك عرق عليها. فايه ما تقلع لح عشان ما تبردش. طب لا انا عايزك بقى تبرد جسمك وانت اسناء العمل. عارف احيان كتير اوه بنيجي نقلع تشيرت كده بكون عرقان فيه. حط ايدك على جسمك هتلاقي جسمك سائع. دي معناها نظرية التبخر اللي احنا بنتكلم عليها. طب لو لبس هدوم او ملابس بتمنع التبخر ما بتخليش الملابس العرق دي يتبخر. يبقى هتحتفظ بدرجة حرارتك وتسخن جسمك. انا عايز جسمك يفضل بارد ومعتدل عشان تقدر تقوم بالعمل بتاعك. الحفاظ على تناول مشروبات البردة. مشروبات البردة شيء طبيعي. احنا كده كلنا في الصيف كده في عز الحر. لما بيجي ندخل من الحر في البيت انا الشبوء ما تحس ان المياه بتعمل بتشي جوه. بتبرد. فاحنا عشان كده بنقول باستمرار في فصل الصيف او في الاماكن اللي فيها درجة حرارة مرتفعة اتناول مشروبات بردة لان بتعمل على تبريد الاعضاء الداخلية بتاعت جسمك. وبالتالي بتحسس العامل براحة ودرجة حرارة مناسبة. التواجد في اماكن جديدة تهوي زي ما قلنا تجنب الاماكن المغلقة اللي فيها طيارات هوا. الحفاظ على تناول مشروبات البردة. اعراض التأثر بقى بالحرارة المخافقة. زي ما العامل بيتأثر او بيتعرض لدرجة حرارة مرتفعة بتأثر على اداءه المنخفضة برضه بتأثر على اداءه. شوف بقى حضرانكم في الجول يوم من دول ساعة كده وانت قاعد كامشان مش قادر تقوم تعمل اي عمل. مكسل تقوم لنفسك وبالشيا حتى. ده نفس الوضع بالنسبة لو تأثر العامل بدرجة حرارة منخفضة. يبقى درجة الحرارة منتفعة بتأثر على اداء العامل والمنخفضة برضه بتأثر على ده العامل. عشان كده قلنا لابد ان تكون درجة الحرارة مؤتدلة. عشان يقوم العامل بعمله على اكمل وجه. اعراض تأثر بحرارة منخفضة بنقول اول حاجة شحوب لون الوجه. تلاقي الوش لونه مخطوف كده. او وش لونه اه مسفر شوية. يعني ايه وش مسفر مش فاهم انا يعني. يعني عارف انت في في الصيف او في اي اوقات كتير او ما تقعد تهزر مع اصحابك او اخواتك. بتبص لقي الوش نفسه. في شو عرادة دموية. تلاقي شعرات دموية دي سخنت. فدت احمرار للوش. يقولك ده بصت بوشه مزنهر من اه سخونية اللي في وشه. طيب في الشتاء حضرتك جاي في الشارع. الهواء السائع ده بيقدي لان شعرات الدموية دي من الساعة تنكمش. فبتدي اللون الشاحب للوجه او اللون اللي بنقول عليه مسفر شوية او لونه ايه اه بهتين كده. نتيجة ان شعرات الدموية بدل ما تدي حيوية في الوش او في الشكل بتاع الانسان. لا دي تنكمش. يبقى بيحصل ايه? شعور شعوب الوجه والجلد. وكزلك برضو بيحصل حاجة تحسنها كلكم. تنميل في الاطراف. اصابع الايدين والقدمين. ساعات كده في البرد بنلبس الجزمة. تحس لقي نفسك مش حاسب بصابعة جواها. من الساعة. يبقى دي برضو من الاثار اللي احنا بتعرض لها لو تعرضنا لدرجة حرارة منخفضة. طب اتعرض لدرجة السفر المئوي بقى. اقل من السفر المئوي او درجة حرارة اقل او السفر المئوي حد ذاتها. انا هي درجة تجمد. بيحصل تجمد الاصابع. خلاص. واليدين والقدمين. وحاجة اسمها شحن الازن. شحن الازن ده. اللي هو ان طابلة الازن من الساعة بشبه بتتجمد شوية او بتتقل شوية. فتبص لقي فيه طانين في الازن او وش دايب في الازن. يبقى معنى كده ان التعرض لدرجة السفر المئوي ده ممكن يجمد ايدينا. ممكن يجمد الاطراب بتاعتك. وممكن يجمد القدمين. وممكن يؤدي الى الالم وضيق. وشحن بالازن. ده برضو بيخلي العامل ما يقدرش يقوم بالعمل بتاعه على اكمل ايه واقع. طيب احنا كده اتكلمنا مع بعض على درجة الحرارة. وتناولنا مع بعض كل الجوانب اللي ممكن بتأثر بها درجة الحرارة على الانسان العدي. نشوف بعد كده الوقوف. احنا اتفقنا مع بعض احنا هنتناول مع بعض كل جزئية عشان في الاخر اوصل ان العامل بتاعي يبقى اه بيقدي عمله صح. الوقوف ايه المشكلة في الوقوف? ما فيش مشاكل. طب العامل لازم يكون واقف. بس لازم يكون في حركة. العامل طيب العامل اللي واقف بصفة مستمرة ثابت كده ده هيؤدي لتعب. التعب ده هيشعر العامل بتعب. تعب نتيجة ايه? هنا المشكلة يا جماعة التعب ما بيبقاش نتيجة ان انت واقف وعضلاتك بتتعب والكلام ده كله لا. التعب هنا نتيجة ان الدم ما بيمشيش بصورة طبيعية في الدورة الدموية. ده بيسبب الام في جسم الانسان. طيب. ده المبدأ اللي هكلم عني بالنسبة لوقوف كله. خد بالك ركز معايا. ركز معايا عشان الحتة دي مهمة قوي. احنا بنتكلم دلوقتي بنقول العامل اللي بيفضل واقف سابت مدة طويلة بيشعر بالتعب اسرع من العامل اللي بيتحرك. عشان كده بصد لقى الدورية او الوقف حراسة رايح جاي رايح جاي رايح جاي. الحركة المستمرة دي بتعمل حركة تنشير في الدورة الدموية بتساعد على حركة الدم للقلب وعادتها مرة اخرى. فبالتالي الانسان ما بيشعرش بالتعب. لكن الانسان الوقف آآ مستمر ده بيأثر على العضلات العضلات الضخم آآ بيحصل انها بتضغط على الشرايين وبالتالي بتقلل الحركة الطبيعية للدورة الدموية. طب حلو قوي كده احنا فهمنا. معنى كده ان انا هفهم على المسال انا بقوله حضرتك واقف مستقيم كده. ما بتتحركش الدم طالع نازل من القلب الحاد صابع رجليك. في صورة مستقيمة. كده 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 زي ما انت شايفين كده ايه دي سهل قوي. لكن لو العامل انحنى بالمنظر ده. الدم هيلاقي سهولة? لا طبعا. لانه اللي هيطل على الجزء دي ويبتدي ينحارف او ينحني. يلف شوية زي احنا بيقولها باللغة العامية. يبقى معنى كده في صعوبة. لكن الاسهل ان العامل يكون ايه? مستقيم. فارد ظهره او جسمه في وضع مستقيم. في حركة اه طبعا مطلوبة عشان يساعد على تحريك الدورة الدموية اللي عندي. وبالتالي العامل او العامل ما يحسش بالتعب والارهاق. طب اصار الوقوف على العامل بقى ايه? ده زي ما قولنا بيقدي الجهات زي ما اتفقنا. واللي احنا شرحنا دي الوقت. طيب نشوف مع بعض عشان يتلف بقى سلبيات الوقوف. طب احنا اتفقنا مع بعض ان العامل على طول واقف. انا مش هقول له اقعد وانت بتشتغل. احيان كتير اه معظم المهن لازم العامل يكون واقف. يبقى اول حاجة تجنب انحناء الضهر. يلازم يوقف مفروض. ما يتنيش ضهر. عشرة دورة دموية تيمشي بصورة مزبوطة. صح كده? يبقى اول حاجة تجنب ايه? انحناء الضهر. عادة لما ارتداء الملابس الضيقة. الملابس ضيقة زي ايه? ملبس كرباطة ضيقة. ملبس حزام ضيقة. ملبس مسلا اه بانطلون ضيقة. ملبس الشوز بتاعي ما قردش الروباط بتاعه جامد قوي. او مضيقش الروباط جامد قوي. انت حتى انت لو لبس شوز ضيقة بتحس بقلم جامد جدا في رجليك. الالم ده مش مش نابع من رجلك اللي تعبت لا. انت مع الوقت هتحس بارهاق لان الدورة الدموية مش ماشية طبيعية. لما بتربط رباط الجازمة بتاعتها الجامد برضو. برضو انت كده بتخنق الشرايين اللي وسط على حد الاطراب بتاعت القدمين. وبالتالي ما بتخليش الدورة الدموية تمشي بصورة طبيعية. ففي الحالة دي بيحس العامل بالام كتيرة. والاجهاد في نفس الوقت. يبقى زي ما اتفاقنا مع بعض. تجنب انحناء الضهر. تجنب ارتداء الملابس الضيقة. اه عشان بتأسر حركة الجسم. وبالتالي برضو بالسبب الاجهاد. ارتفاع العمل بالشكل الذي يمكن معه اداء الشغل بدون انحناء. نرجع للهدف. مش عايزه ينحاني. يبقى ما حطلوش طرابيز هيشتغل عليها او ما ايدا هيشتغل عليها وطيها هيضطر العامل يقف بو انحاني. يبقى لازم العامل يكون وقاب مستقيم. يبقى ما ايدا بتاعت العمل اللي هوقف عليها يشتغل عليها. لازم تكون وضعها مرتفع او وضعها مناسب عشان العامل يقف عليها او يقف يشتغل امامها بدون انحناء الضهر. طيب ايه العوامل بقى? احنا بقلنا الحاجات اللي قلناها دي عشان ما يحصلش مشاكل. ايه العوامل اللي واجب توفرها عند عمل وقوفا? العامل خلاص مضطر انه يعطع. ايه الحاجات بقى اللي هيشتغل فيها? او ايه العوامل لازم رأيها? كل الاشياء سهلت المنال. يعني ايه سهلت المنال? يعني اقدر احصل عليها بسهولة. مش كل شوية ويقوم. مش كل شوية ويقوم. يبقى كل الاشياء سهلت الايه? المنال. ارتفاع من ضد العمل اللي يكون ملائم زي ما اتفقنا. مع طول العامل. السطح اللي بيقف عليه العامل. عشان اجيب لك مسال بسيط من الواقع بتاعنا عشان تبقى سهلة بالنسبة لك. ايه السطح اللي بقف على العامل? زي الراجل بتاع الفول انت بشتري من عنده بتبصل يواف على طبلية او الجزار. هو مش عامل عشان يبقى عالي على الناس. لا. هو عاملها عشان يبقى هو واقف من غير ما ينحني ظهره او واقف مرتاح في العمل بتاعه. فيبقى لازم ارتفاع هيكون مناسب. ولا عاملها عالية او يضطر يوطي على المائدة اللي بيشتغل عليها. ولا عاملها منخفضة يضطر يرفع ايديه وبرده هتسبب له الام ومشاكل. يبقى المنضادة اللي بيقف عليها العامل لازم تكون موقمة لطول العامل وموقمة لظروف العمل اللي عني. ارتداء لباس القدم الصحيح. لباس القدم اللي هو الحزاء. يعني اديك اديك مثال كده. انت لما بتشوف مسلا اه بنت في مطعم او بنت بلاش في مطعم لان المطعم دي صعب او ان احنا نلاقيها. في فرح بتبصت لقي البنت لابسة الحزاء رجلها عاملة كده. الكعب العالي. هل الكعب العالي ده مناسب الى بنت تشتغل في المطعم تمنس ساعات متواصل وقفة? طبعا صعب جدا. بيبقى مؤلم جدا. بيبقى لازم الحزاء يكون مستوي عشان ما يسببش الام للعامل اللي عنه. سواء كان ولد او بنت. كمان برضو بقول كلمة لباس القدم الصحيح. في كل مكان له حزاء معين. حضرتك لابس في مكان مسلا عمل او في ورشة او في حاجة حزاء اه شمواء او حزاء مصنوع من القطن او حزاء مصنوع من القماش. هل نفس الحزاء ده يصلح في المجزر? ما ينفعش. لان انت بشتغل في وسط مية. هل ده ينفع في وسط مطابخ برضو ما ينفعش. لانه هيبقى صعب جدا ازالة اي صص يقع او اي دهون تقع على الحزاء بتاعك. واضحة الرؤية. عشان كده هبنلبس بطالبة المطبخ عارفة الكروكس اللي بيبسوه. ده بيبقى مطنوع من البلاستيك عشان يبقى سهل عملية الايه النظافة وفي نفس الوقت مريح بالنسبة للعامل اللي عندي. طيب ده بالنسبة للعامل وقوفه. طيب بالنسبة للجلوس. حيرتنا معك يا مستر. ولا واقف عاجب ولا قاعد عاجب. طيب ما في عامل بيقعد. الناس اللي بيشتغل على المكان الخياطة دول بيبقى قاعدين. في اعمال كتيرة جدا الناس بيبقى قاعدين. الموظف في البنك قاعد. الناس اللي بشرف الشركات وقدامك كمبيوتر دي تبقى قاعدة مدة طويلة. يبقى انا برضو لازم اراعي النقط دي كلها. العامل اللي بيطلب الجلوس بالنسبة لمدة طويلة. لازم يكون سهل انه يوصل لمنطقة العمل بدون مد الاطراف. يعني ايه? زي ما احنا قلنا الحاجة تكون سهلة ما لا بالنسبة لعامل الوقت. ده برضو سهل انه يوصل لكل حتة في المنشأة. من غير ما كل شوية يقوم ويقف يعني كل حاجة محيطة به. هتلاقي جنبيه البرينتر هتلاقي جنبيه شاشة الكمبيوتر هتلاقي جنبيه جهاز الفاكس. كل حاجة محيطة بيه بسهولة بحيس انه يقدر يحصل عليها بسهولة. وضع العامل الصحيح لازم يكون قبالة العمل. يعني ايه يا مستر قبالة العمل? احيانا كده يديك نسال برضو انت قاعد في الفصل كده بتكتب وراء مدرس او مستر بتاعك بتدوص لانا قاعد تادي ظهرك كده عمل تكتب ومنحني. كل ده انت بتفتكر نفسك مرتاح. لا ده مؤقت. لان انت بتعمل التواء في العمود الفقري وبالتالي بيضغط على الشرايين او الاوريدة اللي موجودة في العمود الفقري فبيحسسك بالقلم. العامل اللي هيقعد مدة طويلة او العمل بتاعه اللي لازم يبقى مدة طويلة يبقى عزي كده. مرتفع قامة مش منحني. لازم واجهك يكون مقابل للعمل اللي انت بتشتغله. علشان خاطر ما تضطرش ان انت اه تعمل حركة غير مضبوطة تؤدي لمشاكل اه او ارهاق لجسم حضرتك. مقعد العمل لازم يكون اكثر راحة. يعني ايه مقعد العمل? لازم يكون مقعد العمل يعني او بمعنى اخر لازم يكون القدمين ملامسين لحاجة. مسند او مسند موجودة على اه الكرسي اللي انت قاد عليه او اه رجليك ملامسة للارض كل ده مهم اوي. انت بتشوف الكشير بيبقى لازم يبقى فيه مسند في الكرسي. ان الكرسي الكشير بيبقى عالي. فعشان كده لازم يبقى فيه القدمين ملامسين للارض عشان يكون المقعد بتاعنا اكثر ايه راحة. طيب. تمام يا مستر احنا كده اتكلمنا على درجة الحرارة وتكلمنا على الوقوف. وتكلمنا على العامل الجالس والحاجات دي كلها. نتكلم على الابصار. الابصار ده عنصر مهم جدا جدا زي ما تكلمنا على الاضاءة في الاول. صحي كده? واحنا تفاقنا قلنا الانسان ممكن يشتغل بايد واحدة. ممكن يشتغل لو مسامع. صح? ممكن يشتغل لو قاعد على كرسي حتى على كرسي عجل. لكن مش هقدر يشتغل هو مش شايف. احنا اتفقنا مع بعض قبل كلمة في الاضاءة ان قلنا ان عينك ما بتشوفش. ما ليه مستر بيشوف? المخ اللي بيشوف. عينك ما هي الا عدسة. بتنقل الزبزبات او بتنقل الصور او بتنقل الاشعاع او بتنقل الاشارات بوسيلة هنشرحها دلوقتي معنا اه للمخ او لمركز الابصار في المخ وبناءا عليه المخ بيقولك هو شايف ايه وبالتالي كل الرؤية بتبقى واضحة قدامك. ما اتكلمنا على الاضاءة قلنا لو وانت بتصور كده وطفينا النور وخلينا القضة ضلمة. هتشوف حاجة? او التصوير هيطلع حاجة? مش هيطلع حاجة هيطلع ضلمة. نفس الفكرة. لو عينك دلوقتي ما نقلتش او فيها فيها خلل في اي جزئية ما اللي هنشرحهم دلوقتي. هل هتنقل الاشارات مزبوط المخ? يبقى بالتالي برضو المخ مش هيقرى حاجة. يبقى العنصرين دول مهمين جدا. الاضاءة والابصر. اسباب اصابات العيون. ايه اللي بيسبب اصابات للعيون عندنا? اول حاجة التركيزة على الاغرارات صغيرة من خلال او خلال مجهر او مرأبة شاشة رازد لمدة طويلة. ده بيصيب العضلات بالاجهات. يعني ايه? بص حضرتك. اه هنا في عضلة. 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 نفس الوضع ربنا خليهم الانسان في الاربع اماكن. او بنوع لهم وطر صغير. اللي هو بيخليك لما تحرك عينك الناحية دي او انيني يتحرك الناحية دي. ده بيشد العضلة بتاعك الناحية دي. والنفس الوضع ده بيحركوا الناحية دي. العضلة دي رفائعة جدا او الاوطار دي رفائعة جدا. الانسان لما بيبص ليه اه من خلال مكبر او عدسة كبيرة. اه بيبص لايه? اه الحضقة بتاعة العينة او نقطة صغيرة تبتدي توسع بتاخد على الوضع ده بالنسبة لها. فده بيسبب لا اجهاد. الاجهاد ده ممكن مع فترة من الفترات يؤدي لامراض او اصابات في العين اللي عندي. عارف المسال ده بنشوفه كلنا فين لما يكون بتصيف مسلا ومحطوط لك شاشة تلفزيون صغيرة وبتوعه تحاوط اتقلم على عشان تتابع الماتش او تتابع المسلسل اللي انت متابعه وانت ببيتكو. تعودت على وضع الشاشة دي. في الاول كنت مدها عشان شاشة صغيرة ومش شايف كويس. لكن بعد كده تعودت. اول ما بترجع بيتكو بترجع بقى للشاشة كي بتحس ان الناس هرجالك من الشاشة. لان عينك خلاص الحدقة خدت على الوضع الصغير ده. نفس الفكرة العامل اللي طوله النهار قاعد شايف حاجات مكبرة قدامه حدقة العين بتوسع بتاخد على مقاس معين. لما ييجي رجعها مرة تانية تبتدي عين وتتعبه. زي اللي يلبس نقدرة شوية وييجي لا حدوص لها في زي غلالة في العين. يبقى زي ما اتفقنا ما بعد التركيز على اغراض من خلال مجهر لفترات طويلة. دخول قطرات من سائل التبريد. او مركب التبريد. مركب التبريد اللي هو الفريون. ده بيبقى سائل اصلا لو بنشحن به التكييف وبنشحن به التلاجة. قطرات من السائل ده خطيرة جدا. اخطر من مية النار. انها تاكل العين من جوة. ومنقدرش نوقفها. مية النار اسمها مية نار. كل ما نحط لها مية بنقلل التركيز بتاعها. وبالتالي بتبقى قويتها اضعف. لكن سائل الفريون. احنا ما بيقدرش نواقف الاثار بتاعته. عشان كده كل او من التعليمات الاساسية في الامن ما يعني ان جميع الناس بتتعامل بغاز الفريون. لازم لها نضارات خاصة بتلبسها. ضعف الاضاءة بيسابق بجهد العين. نتيجة ان انت بالدقة قوي في الحاجة اللي انت بتشوفها. اللي هي الحدقة اللي احنا اتفقنا مع بعض عليها. روص لقي حاداتك بالدقة قوي فبتحاول توسع الحدقة. من انت صغير متقراش في الظلمة. ليه? عشان عينيك عينيك هتضطر ان انت تحاول توسع الحدقة ودو ربنا مش خلقنا كده. فبالتالي هتفق وعينيك هتتأثر. اللي ربا منكو قطط واضحة جدا عنده. بصلا القطة بالنهاء بالليل الحدقة بتاعت العينة بتاعتها كبيرة جدا. بالنهار صغيرة. لان هي عشان كده بتشوف اقل جزئيا من الاضاءة او الضوء المتوفر عندنا. وضع الجلوس غير صحيح بالنسبة لزاوية الرؤية او عدسة المجر او الحاسب الالي. وضع الجلوس الغير صحيح. مقصود بان حضرتك قاعد بزاوية او بوارب. يعني ايه بزاوية او بوارب? قاعد لو عينيك. انت حطت وشك في ناحية والتلفزيون في ناحية. فمضطر ان انت تعمل ايه? عاوج عينيك او زي ما انا عامل كده وبص انا بحاول ابص صورك اهو. شادت عيني او حياة دي. في الحالة دي اللي حصل ايه? العضلات اللي انا قلت عليها او الاوتار انا قلت عليها. الرفيعة الاوي الصغيرة الاوي دي من الشد الجامده وتتعب. ممكن تتقطع? اه ممكن تتقطع. ممكن ترتخي? اه ممكن ترتخي. زمان يقولك ما تعدش تحولي وانت صغير تعد تلعب كده وتحولي. لك ما تحولش هتفضل كده. ليه هتفضل كده? ان الاوتار دي بتضعف. الوتر دي رفاع جدا رفع شعر راسك كده. فمع الوقت من كتر حضرتك الحركة الغير مزبوطة الوتر ده او العضلة دي ممكن تترى او تضعف او تبقى خاملة. بص لبعض الناس يحرك عينه النحادي. العين تحرك نحادي لكن دي لا. ليه? لان الوتر اللي هنا ضعيف. مش قادر يحركها. او في بعض احيان بقى من كتر الناس اللي تحولي زي ما احنا كده او ما اقول لكم انت صغير. بص لحاول موجود هنا. ده ناتج ايه? ان الاتنين دور اتقطعوا. او ضعفوا او خلاص العين العضلة اللي بتحرك انيني بتاعك بازط. عشان كده ما تقعدش بزاوية مش مناسبة. انا باطس كده هو والتليفزيون الناحادي او باطس انتوا هو باطس لكم بزاوية ده كده غلط. ده بيسبب اثار عكسية او بيسبب اضرار لعضلة العين وبالتالي ممكن يسبب اصابات كتيرة جدا للعاملين اللي عندي. طيب نشوف جزئية تانية معنا كمان لحماية الابصار بقى من اصابات العمل. يعني ايه لحماية الابصار من اصابات العمل? انا عايز احافظ عليك بقى. لازم تكون كل الاغراض على بعد خمسين سنتي. ورقة اهي? دي ورقة. اقرأ يا مصر انا مش شايف. يا مصر ما قدام عينك اهي? مش شايف. وانت مقرب هالي زيادة اوي عن اللزوم. الوضع الطبيعي عشان الانسان يقرأ من تلاتين لخمسين سنتي ده الوضع الطبيعي للقرأة. يا مصر مصر فيه ناس بتقعوا تقرأ كده هو. ده بيبقى عنده مشكلة في النظر. لكن مش ده الطبيعي. الانسان الطبيعي عشان يشوف بيشوف على بعد من تلاتين لخمسين آآ سنتي تقريبا. وده المقياس الصح او الطبيعي. اما بقى الحالات اللي بتقرب اوي او الكلام ده كله. ده بيبقى حالة مرضية احنا بننجعوا بها. يبقى انت دلوقتي معظم الاغراض تكون على بعد من تلاتين لخمسين سنتي تقريبا عندنا. ده عشان احافظ على العامل بتاعي من اصابات الايه? الابصار. موأم الظروف العدسات. يعني ايه موأم الظروف العدسات? يعني عدسات الابصار او مع الابصار بتاعي انا. ما ينفعش يا بدل النظارة تقتي مع زميلي. ما ينفعش. كل واحد وليه درجة آآ آآ ابصار معينة. يا مستر ما انا شايف بيها. لا انت متهيئة لكن انت شايف بيها. لكن انا عندي فرق ربع. وهو عنده فرق نص. الفرق ده مش بين دلوقتي لكن مع الوقت هيقصل على عدسة بتاعت العين. ممكن العين دي تكون غير ديه. درجتها غير ديه. كل واحدة مختلفة. عشان كده بنقول نحن لازم آآ عدسات الابصار تكون ملأمة لظروف الابصار العدي. توفير اضاءة بقدر كافية. لازم تبقى في اضاءة كويسة عشان نشوف من غير ما اضطر نتوسع الحدقة زي ما قلنا. بدي فترات زمنية اطول من راحة للحفاظ على العيوم من الاجهات. دي حتة لذيذة اولين احنا كمصريين. يعني ايه? العامل اللي بيضطر يقعد مدة طويلة قدام كمبيوتر قدام اللاب. قدام الالعاب اللي انتوا قعدين ليل مع نهارة عليها البابجي وغيره الكلام ده كله. ماسك الموبايل باستمرار. بص لقي عينك بترف. مفيش حاجة اسمع عيني بترف. احنا المصريين يعني بدع بتاعتنا. اه مقاولات وغدنا من اهلنا من الزمان. عيني بترف. مفيش حاجة اسمع عينك بترف. فيه ان عضلة العين دي اجهدت. فبتحسسك بترتعي. بتنبض. واضح كلامي? العضلة دي بتنبض معك. فانت اه نتيجة ابصارك للمستمر لشاشة العرض اللي قدامك. بقى سواء كمبيوتر لابتوب بالكلام ده كله. فتسببت اجهاد. قديك مثال. عارف لما بتبقى قاعد حضرتك بتلعب او بقى لك كتير ملعبتش كرة وبتلعب كرة. او انت قاعدة اه بيت عملي حاجة وانت قوي تاني ركبك مدة. بص لقي ايه او مشيك مدة طويلة. بتلاقي عضلات رجلك بتنبض برضو. ما شاء الله. بص تلاقي العضلة نفسها بتتحرك. تحول تحط ايدك عليها. مش قادرة تسبتها. هي بقى انا ساعدتها اقول رجلي بترف. لا. مش هيسمى ايه رجلي بترف والعين بترف. لا فيه ان حضرتك اجهدت عضلة العين لمدة طويلة. سببت الرعشة اللي انت بتشوفها في العصب بتاع العين. عشان كده الناس اللي تتعرض او مضطر العمل بتاعها يبقى قدام شاشات عرض المدة طويلة. لابد ان هو ياخد فترات زمنية من الراحة لراحة العضلات بتقول ابصار بتاعك. يعني يغمض عينه شوية. دي اقتين تلاتة يبقى عن شاشة العرض. يقفل عين شوية عشان يريح عضلة العين. ده لازم عشان ما يحسش بالاجهاد اللي احنا بنقول عليه. العمل على رؤية الاغراض دون انحناء الرأس. حاول بقدر الامكان تشوف الاشياء اللي قدامك من غير ما تتني رأسك. طب ايه الفكرة? بص حضرتك. انا هتني رأسك. قنيت رأسك كده. لو انت عمدت التجربة معايا في البيت كده هتلاقيها بسيطة قوي. اتني رأسك قوي كده حاول تبص فوق الايه دي زي ما نرفع كده. مش هتقدر هتحس باجهات جامدة او في عينيك. انت ضغط بالرأب تكنة على الاعصاب. وفي نفس الوقت بتسبب العضلتين اللي احنا قلنا عليهم من الفوق دول بيجهدوا جدا. ده ممكن فعلا يحصل مشاكل جامدة قوي. فحاول بقدر امكان انت تقرأ الاشياء او تبص الاشياء بدون انحناء الرأس. بتبقى واضح عند الناس اللي لابسة نظرة اراية. تبص نظرة اراية هو كده لو بصلك مش شايفك. لازم ينزل نظرة تحت ويبص لفوق كده هو بيتكلم. ففي الحالة دي هو بيجهد العضلتين اللي فوق دول. فده بيأثر على العامل. وممكن زي ما اتفقنا مع بعض يؤدي لانقطاع في الايه? الاربطة او العضلات اللي عندي. طريقة الابصار. طريقة الابصار انا مش هشحالك كده الكلام. انا هبص نبص مع بعض على الرسمة اللي قدامي دي. احنا قدامنا رسمة كده. اهي زي ما انتم شايفين. اه دي اسمها القرانية الشفافة اللي هو النن اللي انت شايفه. اسمه القرانية الشفافة. تمام? بتسقط الاشعة. اه بتسقط الاشعة. يعني ايه بتسقط الاشعة عندنا? هنشوف مع بعض تاني عشان الرسمة اختفت قدامنا شوية. اجيبها تاني معلش. اهي. اه. دلوقتي احنا لما بنتكلم مع بعض بنشوف هنا ادي القرانية الشفافة اللي قدامك اللي انا بشاور عليها دلوقتي ايه? الموت بتاعنا. اه بتسقط عليها الاشعة. الاشعة دي انا مش اقول ايه هي? الاشعة دي ممكن يكون بنية ادم قدامك ممكن يكون حيوان ممكن يكون حيطة جماد. اي حاجة انت شايفها قدامك. زي ما انت شايف كده? تسقط الاشعة على القرانية الشفافة قدامك على طول هي زي ما انت شايف. تدخل على الحلقة قرانية. خلف القرانية على طول في حاجة اسمها العدسة. لو نركز مع بعض في الصورة شوية كده هتبقى بيني لك. في حاجة اسمها عدسة العين. العدسة كده باينة قدامكم. ايوة بالزبط ده ايوة انا بشاور عليها. دي دي العدسة. يبقى اول قرانية الشفافة هي. بقى كده تنتقل على العدسة. واضح? بعد كده بعد ما تاخد الصورة او الاشعة دي تيجي على العدسة. بتنقلها العدسة دي بتعكسها. في صورة عكسية كده. لحتة في الاخر خالصة هي وراء اسمها الشبكية. الشبكية دي هي الوظيفة تاخد الاشعة دي كلها. وبتحولها لصول الزبزبات. عن طريق شعارة دموانات شايفة دي. وبتحولها الى مركز العصب البطري في المخ بتاع الانسان. اللي هو في اخر الجمجمة بتاعتك كده فوق الرقبة من وراء. شايف? الشبكية دي هي اللي بتحول الاشعة الصورة اللي انت شايفها قدامك الى صورة زبزبات او اشارات بتتجه الى العصب البصري في المخ. عشان كده بعدها الانسان يقول لك انا شايف. انا شايف ايه? واضح كلامي. يبقى انا هاجه اقولها تاني كده ببساطة. الاشعة تسقط على القرانية الشفافة. القرانية الشفافة خلفها على طول في العدسة. العدسة بتقلب او بتعكس الاشعة دي كلها لحد ما توصل للشبكية اللي هي في تجويف العين من جوة في الاخر. شبكية دي بتحول الاشعة دي الى صورة زبزبات. الزبزبات دي مهمتها جدا او بتتنقل عن طريق اشارات معينة لمركز الاصار في المخ ورا هنا. وهو ده اللي بيقول لك انت شايف ايه? عرفت لي انا قلت في الاول احنا ببنشوفش بعينينا? المخ هو اللي بيشوف. هو انت وصلت له اشارة معينة انا شايف ده ايه? بقولك ده كزا. طيب انت شفت حاجة حتة حديد او جهاز معين انت اول مرة تشوفه المخ هو لك مش عارف ده ايه? ده جهاز. المعلومة اللي عندنا متوفرة جهاز لكن مش متسجل في المموري بتاع المخ ده ايه بالزبط? او ملبه ايه او وصفته او ايه هو بالزبط? فيبقى مركز الابصار في المخ هو اللي بيحدد ايه اللي هو الانسان شايفه عندنا. عرفنا طريقة الابصار ماشية ازاي? او بتتم ازاي? وضحت كده? طيب حلو اول. يبقى احنا كده درسنا مع بعض. درجة الحرارة بتأسيرها على الانسان. درسنا مع بعض العامل ما يكون واقف. درسنا مع بعض ازاي العامل هو قاعد وازاي نتجنب مشاكل الاعاد ومشاكل الوقوف الحاجات دي كلها. درسنا مع بعض ازاي نقي الابصار بتاع الانسان. وازاي بيتمع عملية الابصار. هندرس حاجة بسيطة تانية نهاردة مكملة لحلقة بتاعتنا. نبتدي ندخل في جزئية تانية اللي هي اه التعامل مع المواقف المختلفة. يعني ايه? لازم عندي في اي منشأة يبقى في فريق مدرب ازاي يتعامل او في قوانين او في لواح عشان الناس اللي موجودة عندي او فريق الامن المهني اللي المتوفر في المنشأة يكون متدرب على هزي المواقف او ازاي يتعامل معها. هندرس مع بعض النقاط او بعض المواقف وهنشوفها بتتم ازاي? اول حاجة عندي كيفية التعامل مع التهديد بتفجير قنابل او كنبلة في المنشأة. واحد بيهدد ان فيه كنبلة هتنفجر في المنشأة. ده يعتبر من اهم الحاجات اللي لازم اضرب عليها الموظفين وازاي يتعاملوا معها. طيب اول حاجة مفروض اللي بيهدد ده. مفروض بيتكلم مين? هو اللي بيهدد مش هيجي يقولك انا هفجر. هو اللي عايز يفجر كنبلها يفجره. لكن هو بيهدد ان ليه مطالب. فمفروض لما بيجي يهدد اول حاجة بيعمل انه بيتصل التليفونيان بالفندق مسلا. مين اللي بيرد عليه في التليفون? يا اما موظف التليفونات على قسم التليفونات اللي عندي? يا اما موظف الاستقبال المسؤول او مكلب ان هو يرد على التليفون بتاعنا. طيب دي اول حاجة عارفتنا مين لها يرد على التليفون? تاني حاجة بقى. تاني حاجة. مفروض موظف الترفينات ده يعمل ايه? او الشخص اللي بيرد على المكالمة دي مفروض يعمل ايه? توخي الهدوء والحذر. ما تستفزش البني ادم اللي بيتكلم. بيجي لك انا هدد قم الى هدد هفجر عندكم. طب لو رجل اعمال. لا ما ينفعش. لازم تكون هدوء جدا. وحذر جدا. وكمان ايه? ده انت تحاول تطلع منه باكبر قدر من المعلومات. طب انت محتاج ايه? طب ايه طلباتك? طب انت عايز ايه? ده الكلام ده كل انت بتحاول تسدرجه فيه عشان تعرفه ان الكلام ده كله هيفيد رجال الامن بعد ما تنهي المكالمة معاه. ايه تاني? حضرتك عارف بمنطقة بساطة وانت بتتكلم كده? الله الشخص اللي بيكلمني ده فيه موسيقى شغالة جنبه. بعد ده بترجع بقى البني ادم الصاحي اللي بيتعامل مع الموقف. فيه موسيقى شغالة. الموسيقى دي شغالة عندنا في الفندق على البسين. لبقى اللي بيكلمني بيكلمني من جوه البسين. حاجات دي كلها هتفيد رجال الامن لما بلغهم. خلاص انا خدت المعلومات دي كلها. انا مش هبلغ رجال الامن. لكن انا دوري الاساسي ان انا هعمل ايه? ان انا هنقنل كل الصورة دي للمدير بتاع الفندق. طب مدير الفندق مش موجود. هبلغ المدير المنوب. او مساعد المدير او المسؤول في الوقت ده. لازم احط البيانات دي قدامه تفصيليا. وفي اسرع وقت ممكن. مدير الفندق او المدير المنوب اللي عندي هو الوحيد اللي ليه حق اتخاذ القرار. في انه هو اذا كان يخلي الفندق من عدمه. يعني ايه يا مستر الكلام ده? عملية اخلاء الفندق دي مش عملية سهلة. انت هتصحي اللي نايم. واللي في الحمام هتخرجه. واللي بياكل هتخليه سيباكله. فدي طبعا مشكلة جمدة جدا للجسد اللي موجود عندي في الفندق. يبقى دي قرار مش سهل. فانت بتبلغ مدير الفندق او المدير المنوب بتاعه او النائب بتاعه. وهو بالتالي بيبلغ الجهات الامنية. اللي هي الشرطة الحقيقية طبعا. وبيحصل تواصل. وهو ما بيقرروا اذا كان فعلا الفندق محتاج انه تهديد ده صريح ولا تهديد مش مش جد او او حاجات كتيرة او بيبقى فيه خلفيات عند رجال الامن. بيبلغوا بيها مدير الفندق. وعلى اساسها بيقوم بتنفيذ القرار بتاعه. الاخلاء او عدم الاخلاء بتاعنا. ماشي. طيب. المدير المسؤول لازم اخد القرار زي ما اتفقنا. بيتم استدعاء فريق الطوارئ اللي بيتم تشكيله عندي في المنشأة. طيب. فيه اه كمان برضو عندنا. اه نقطة مهمة قوي لازم يكون على ضرابيها اللي هي منطقة الحريق. ودي من اهم الاشياء اللي بتركز عليها كل المنشآت الحيوية في العالم كله. سواء كان منشأة فندقية. منشأة سياحية. منشأة صناعية. لازم دلوقتي يبقى فيه حاجة اسمها فريق كامل لمكافحة الحريق اللي عندي. الفريق ده بيبقى مدرب. تدريب مهم جدا. يبقى على وعي كامل بكيفية مكافحة. كلمة مكافحة الحريق غير اطفال الحريق. خدوا بالكم. انا بكافح يعني بحاول اوقف قوة الحريق او نشاط الحريق لحد ما يجي لرجال الاطفال الحقيقيين. انا بتعامل مع الحريق بصفة مؤقتة. والله كان الحريق مش قوي قدرت سيطرة عليه. كان بها. لكن لو الحريق اقوى مني. انا بحاول بس اوقف امتداد نشاطه. او اوقف قوة تأثيره على المنشأة بتاعتي. الفريق ده موجود عندي. كل المنشآت. وموجود بقى في مصر دلوقتي في معظم المنشآت الاستثمارية والفندق عندنا. اصبح فيه فريق ده مكون. ووظيفته الاسسية. انه هو مكلف بالتدريب. او مدرب على انه هو يبقى مكلف بمكافحة الحريق. في حالة حدوث حريق. الفريق ده احنا بنقسمه لثلاث اجزاء. بنقسمه لثلاث اجزاء. او بنقسمه كده ست اجزاء عندنا. فيه منطقة اولى. منطقة تانية. منطقة تالتة. منطقة اربعة. يعني بالضبط انت موقف للصبت على الامن المهني عندك كده. وتقول له يا فلان انت مسؤول عن المنطقة الاولى. يا فلان انت مسؤول عن المنطقة التانية. انت المنطقة طبعا هو ما يبقاش واحد يبقى مجموعة من الناس. طيب نشوف مع بعض كده المنطقة الاولى ده. ودي اهم المنطقة عندي في البداية. دي وظيفتها ايه? مكافحة الحريق. هار على الكلمة قلتها. مكافحة يعني ايه? ان انا بحاول اوقف امتداد الحريق. يبقى المنطقة الاولى منطقة عمليات مكافحة الحريق والانقاف. طيب. المنطقة التانية عندنا. بنخصصها للناس اللي ايه? بيتم انقاذهم. انت الوقتي فيه ناس حصل ان انت بتكافح الحريق. فيه ناس اه مصابين جوه. فالفريق التاني ده بهمتهم يطلع المصابين يخرجهم بره. حلو او. هنمشيها واحدة واحدة وهقولها مرة واتنين معك لحد ما تحفظها. يبقى المنطقة الاولى عندي بيكافح الحريق. المنطقة التانية دي بيحاول ينقذ المصابين. يطلع المصابين اللي جوه يخرجهم بره على الاقل. يخرجهم بره حتى خارج المنطقة الحريق. طب ما يبقى? لا. فيه بقى المنطقة التالتة. المنطقة التالتة ووظيفتها انه بياخدوا المصابين اللي هم خرجناهم اللي خرجتهم بالمنطقة التانية. ويحطهم على بعد تسعين تسعين متر تقريبا. يعني ابعد مسافة عكس تجارية. عشان يبعد عن ريحة الدخان. يعشان لو هو عنده اختناق يقدر يتنفس تنفس اوكسوجين طبيعي كويس. يبقى ندلاتي ثلاثة مراحل اتكلمنا عنهم. مرحلة الاولى مكافحة الحريق. مرحلة التانية انقاذ المصابين. مرحلة التالتة وظيفتها ان انا باخد المصابين يتم انقاذهم بابعدهم عكس التجاه الريح على مسافة تسعين متر تقريبا عشان يقدروا يتنفسوا تنفس طبيعي. طيب نجي بقى لمنطقة مهمة قوي ودي ممكن اكتر مناطق اللي عندي اللي الامتحان دايما. منطقة الرابعة مش هتلعت المصابين قدامي اهو. طب خلاص هعمل فيهم ايه بقى? منطقة الرابعة حضرتك وظيفتكو ان انتو تصنفوا المصابين. يعني اين صنف المصابين? نصنف الاصابات. ايوما اشد خطورة. مين اللي صعب جدا يعني ده احنا عايزين نلحاقه بسرعة. ومين اللي ممكن نص نص? ومين اللي ممكن? يعني نعمله اسافات قولية ويمشي. طيب حلو قوي. حضرتك هتصنف المصابين على اي اساس. ركز معي. كلنا بنمشي في الشارع. عارفين اشارات المرور? اشارات المرور الوانها ايه? احمر اصفر اغدر. احفاظها بالترتيب ده بتنسهاش. احفاظها زي اسمك. احمر اصفر اغدر. دي اشارات المرور. تمام? طيب. ماشي يا مساح هنعمل ايه با اشارات المرور دي? حضرتك دلوقتي وانت بالصنف المصابين. لقيت مصاب اصابته خطيرة جدا. هعمل فيه ايه? فيه حاجة اسمها كارت. الكارت ده مصمم في العالم كله استاندر واحد. مفيش اختلاف هنا عن اوروبا. عن امريكا. عن افريقيا. كله ماشي بنفس الاستاندر. بيبقى الاستاندر ده كارت لونه احمر. تمام? يبقى المصابين قدام ده اصابته خطر. هحط على هدومه ايه? كارت لونه احمر. طب علي ايه الكارت ده مصر? علي رقم واحد باللغة اليونانية او الاتينية القديمة. اللي هي واحد كده. اتنين جنب ببعض. تلات وحاية بيبقوا تلات جنب ببعض. دي اللغة اللونانية القديمة او اللغة اللاتينية القديمة. ده هو استاندر مش هنغير فيه او مش هنغير. واحد يقولي ما نكتبه بالعرب ونكتبه بالانجل. ما ننجده. هو ده استاندر واحد. احنا العالم كله ماشي عليه. يبقى لو اصابة خطر هحط ايه? كارت لونه احمر. عليه رقم واحد باللغة الرومانية او اللاتينية. عليه رسمة الارنب. شو معنى الارنب? كان يعني عن السرعة. ده عايزين اللي حقوا بسرعة. تمام كده? يبقى كده واضح ايه. يبقى ده اصابته خطر. طيب اشارة المرور التانية كانت ايه? ما حاش يقول لي لغض. لا لا كانت النص الوقت الايه? الاصفر. طيب واحد اصابته متوسطة. يبقى حط على هدومه كارت لونه اصفر. وعليه رقم اتنين باللغة الرومانية او اللاتينية القديمة. حلو الكلام? طيب. ويه تاني? ورسمة السحلفة هي موجودة على الكارت. شميانة السحلفة? يعني بطيئة شوية. مزي الارنب. ده محتاج نعاية او بس مش بسرعة او سريعة سرعة قصوة زي الايه? اللي اصابته خطر. طيب اللون التالت اللي في اشارة المرور يا مستر روال ايه? اللون الاخدر. ده اللي هو بيبقى اصابته بسيطة ممكن احط له دماضات او ممكن اعمله اسعافات اولية في المكان. او ممكن او احتاج يتنقل الاسعافات اولية بسيطة او حاجة زي كده. بحط له كارت لونه اخدر على هدومه. وده على يرقم تلاتة باللغة اللاتينية او رومانية قديمة. وعلي رسمة الهلال. علامة الهلال. علامة الهلال احمر اللي بنشوفه على عسندوق الاسعافات. خلاص كده يبقى دي المنطقة الرابعة بالالوان التلاتة بتوحة اللي احنا بنشوفهم مع بعضهم. بعد كده عندنا المنطقة الايه? الخامسة. دي منطقة بعد منطقة تصنيف الاسعافات. يعني بعد المنطقة الرابعة. ماشي? ودي موجودة على الطريق المؤدي المستشفى ووظيفتها زي ما احنا شايفين مع بعض. بسجل المعلومات. بسجل بيانات الناس اللي هيطلعوا في عربية الاسعاف. برس البلاغات. والله انا محتاج عربات اسعاف مرة تانية. ببلغ ان انا محتاج عربات اسعاف مرة تانية. وبنق المصابين اللي عندي حسب الاولوية. اخر منطقة زي ما قلت لهم ست مناطق بتوعنا. المنطقة الستة. انا قلت المنطقة الاولى مكافحة الحريق. المنطقة التانية انقاذ المصابين. طب المنطقة الستة دي كان غريب او في النص ما بين الاتنين دول. طب ليه? ما هو اللي بيكافح الحريق ده مش هسيب طفات الحريق ويخرج لهم تعالوا عن عندي فيه مصاب نقلوه. لا ده بيبقى واقف ما بين المنطقتين دول عشان ينسك. انا بكافح الحريق في المنطقة الاولى بقول له لو سمحت فيه مصابين بلغ الناس المسؤول عن انقاذ المصابين هم يجوا ينقلوهم. فهو بيخرج يبلغهم وهما يدخلوا ينقلو المصابين اللي عندي. يبقى المنطقة الستة موقعها ما بين المنطقة الاولى والمنطقة التانية والوظيفة الاساسية بتاعتها التنصيق ما بين جميع المستويات اللي عندي وتنظيم العمل. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. وان شاء الله او على امل لقاء بيكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستكمل باقي آآ مادة الامن المهني بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.